موسيقى لما جاء عمل المسلسل بتاع كل صورة المقلوبة وتحاربت كلام على ورق وكان محبط جدا لان اتحارب حرب فظيعة والناس كلها شتمت فيه وفي ادواته وفي اخراجه وكان محبط وكنا داخلين مكان وداخل كان محمود موجود فراحنا داله قال له بص يا محمد اوعى تتأثر باي كلام يتقال عنك انت موهوب ونجاحك هيعيش ونجاحك هتشوفه الفترة الجاية فاوعى حد يشكك في موهبتك لان انت بجد موهوب هو ما صدقش وبصيلي كده قال لي هو بيجاملني قلت له بيعرفش يجامل حد فهو كل ما ينجح بعد كده يقول لي هو اللي كان شايفني في وسط الناس ما كانت بتحاربني هو اللي شافني فقلت له احيانا الفنان بيشوف الفنان طبعا فعشان كده هو كمان شايفكو انا عايز اقول لك ان الاستاذ محمود بعد مسلس الكلام على ورق ده تكلمني في التليفون الله يرحمه يعسين اليه وقال لي ايه يا ابني اللي انت عامله ده الحاجات دي احنا عملناها لما كبرنا انت زي بتعملها من وانت صغير كده وقعد قال لي مكالمة بصي طلعني السمع حسيت ان انا فوق في السمع ان الاستاذ محمود عبدالعزيز بيشكر فيه انا حسيت ان انا بجد خدت اغلى شهادة خدتها في حياتي النجوم اللي بجد النجوم اللي بجد النجوم اللي بجد يعني انا بشوف فيه نجوم دلوقتي موجودين على الساحة عندهم حالة غرور وعندهم حالة تهيئات انه هما نجوم بجد ايه وفي كوكب تاني لكن النجوم بجد اللي زي نور ومحمود وعادل واحمد عندهم سكة تانية يعني بيعرفوا يقدروا الفنانين يعرفوا يكلموا الفنانين يعرفوا يطلعوهم ويشجعوهم ايوه وبشجعوهم حتى بالتليفون التليفون ده على الفكرة دي حاجة صغيرة جدا حاجة صغيرة بس ما كنت خيليش عد ايه انا فرحت يعني انا تحدى ان حدى من جيلك بركلك لا والله فيه من جيلي بركولي بس مش كتير مين بقى قولي شيكو كلمني احمد رزق طبعا استاذ الهام شهين كانت اجمل مكالمة استاذ حالة صدقي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لك يعني هتلاقي الكبار الفنانين اللي بيقدروا الفن هم دول اللي بتكلموا هم دول اللي بيبركوا هم دول اللي بيهتموا وحتلاقي كمان الكبار بيخزنوكوا إن في دور جامد يروحوا جاي بينك بقى فيه يعني يعني فهم إزاي كانوا ده يعودوا يتفرجوا ويشوفوا الفنان ده جامد هنا لأ ده أنا حتدي له بقى دور الكبير كبير يا بوسي فده اللي انا عايز اقوله اني لازم الجيل ده يتعلم ان عشان تبقى كبير مش انك تعمل ترند على فكرة لا 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 الترند ده مهواش مقياس النجاح انما النجاح الوقتي انك تعمل ادوار حلوة وانك تكون نفسيتك حلوة ولا اسماء ولا نجومية ولا بطولة مطلقة ولا ركسيبي كل ده على جنب بقى هو الدور عشان كده انا بتعب اوي 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 في اني اختار الدور اللي انزل به انا بقى لي سنتين ما عملتش حاجة على فكرة ده عوضة كل السنين والتوفان كان روعة برده كان روعة بس انا بقولك اخر حاجة عملتها كان التوفان السنة اللي بعديها عملت اضيف شرف مع ياسر جلال في المشهدين برده كانوا على السوشيال ميديا الله هو اكبر والسنة اللي بعديها عملت اضيف شرف مع احمد او محمد سامي في ولد الغلابة جمال لبة المحامي الاقرع ده برده كان قلب الدنيا بس دول كانوا ديوف شرف يعني بجامل زميلي انما مش ادوار يعني مش دور مش بطولة اه مش زي فتحي لما جالي فتحي قلت بس هو ده انا هقدر اوظفه كويس هتعب عليه هشتغل عليه تعبت جدا عشان اطلع كمم على فكرة فتحي له ميت وش في نفس المشهد يعني ممكن في مشهد واحد يطلع ثلاثة اربعة وشوش يعني انا شفتك قدام روجينا الراجل اللي بياخد على افاة من مراته لا بس ده 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 ما وطاقت خاطئ لا ده مش بياخد على افاة لا يعني اللي هو كان طيب وساكد وخايف هو خاف منها بس لكن ما خادش على افاة وبعدين راح ينجل جبروت على دنيا على كل الناس بقى اه وبعدين اه في الشر كله وبعدين يجي يروح ده انا بحبك اه ده تحبيبي لا ممكن كل ده بقى في مشهد واحد اه يعني ممكن تلاقي مشهد واحد غير ثلاثة اربعة وشوش بحبه ومونسية وبتعصب وبدرب وبعدين بحني تاني واجدب وتصدقيه في الكتب لانه لما بيجي يجدب بيجدب بصدق يعني متمرس ابن اللزينة يعني هو وهو شرير طبعا واضح لما بيجي يجدب بيجدب بصدق لدرجة ان انت ممكن تقتنعي انه هو بجد صادق مش كذاب صح فدي صعبة قوي علشان تبينيها انه مش بيمثل ممكن اجدب وعمل نفسي وشي بيين عليه ان انا كذاب لأ ده انا وشي بيين عليه ان انا صادق جدا في اللي انا بقوله صعبة قوي يا بوسي صعبة قوي 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 وطبعا مفيش ممثل بينجح لوحده لو ما كانش معايا كم الممثلين النجوم الرائعين من اول محمد رمضان لاصغر واحد بيمثل ما كنتش نجحت لو ما كانش معايا ورق رائع زي ورق محمد سامي ما كنتش نجحت لو ما كانش معايا دويتو زي روجينا تبقى قعدة قدامي احنا اللي اتنين كل واحد فينا بيطلع احلى ما عنده علشان يتحطوا على بعض كده في كوكتيل يطلع المشهد ده العلاقة دي عجب الناس بشكل فضيع معا شك كده انا بقول ان لازم يستغلوا له ويعملوا بيكو مسلسل السنة الجانية وياريت والله انا تمنى